التحطيم العلمي خلني أسميها بكده لأن ما فيش وقت للبحث بتنتهي بينتهي بالزبط لازم يوقف يحاضر يحاضر ست ساعات انت بتتكلم دلوقتي حضرتك على باحث وطبعا الرقم أعلى من كده لأننا حسب على الأسبوع 7 يام والأسبوع الجامعي 5 يعني انت بتتكلم حضرتك دلوقتي على باحث يجب ان هو يطور رسالة الدكتوراه يمكن رسالة الدكتوراه هتنتهي في مكتبة الجامعة في الجامعة الأوروبية اللي هو جاي منها ومش هتشوف النور يمكن جاي باحث هنا عايز إمكانيات بحثية علشان يطور بحثه علشان يطور مفاهيم اللي هو بيتعامل معها بيتعامل مع الواقع ده فبالتالي بينخاض الموضوع وينتظر إلى أن يقضي الله أمرا كانا مفعولا في الواقع ده لمدة 3 سنوات الإجبارية وخليني أكون صريحة واضح وبيحاول يدور بقى على مخرج يا في دول الخليج يا يدور شو طبعا ارتباطه بالجو الأكاديمي الأوروبي قد يقول انقطع لأن 3 سنين خلاص انت بالنسبة لك برا اللعبة الأكاديمية ما لكش أي أبحاث منشورة عالميا فبالتالي هو بالنسبة له بيقف عنده هذا وبالتالي يعوض المسألة في الخروج إلى دول الخليج إلى عقد عمل معين وبالتالي تبقى الحكومة المصرية أنفقت ملايين ممليانة على هذا الشاب بيرجع إيه اللي أقدمه للأكاديمية المصرية بيتمسح بأستيكل ده خلينا نكون وقعين هو نفسه بيعترف يقول لك أنا خلاص أخدني الجو ما قدرش أعملها أكتر من كده أنا عندي أسرة وعندي عيلة وعندي كل الكلام على الجانب آخر بقى اللي هو العقول المهاجرة اللي حضرتك بتقول عليها اللي يمكن لو أنا صح لي أن أنا أنتمي ديها أنا واحد من العقول دي إذا إذا كان الأمر بهذا الشكل لو هتسألني حضرتك هرجع مصر إمتى أقول لك أنا آسف مش عارف لأن أنا بالنسبة لي بعد 10 سنوات وفي مشاكل يعني أنا بالنسبة لي قدمت في جامعة الأظهر من 10 سنوات ولسه قضية في مجلس الدولة إلى الآن قضية التعيين 10 سنوات وبلاش أدخل في تفاصيل القضية لأن تدخل فيها أطراف أطراف كتير جدا لو أتكلم حرارتك دلوقتي على 10 سنوات أنت تسألني دلوقتي بعد 10 سنين أنا عملت إيه في هولندا؟ أقول لك أرجع مصر هكون آسف جدا يعني بالشكل ده ما تسألنيش على إجابة أيوة أو لا دلوقتي طب قل لي عملت إيه في 10 سنين في جامعة لايدن 10 سنين يعني قامت دنيا واخد الدنيا كلام حرارتك يعني أنا أخدت الماجستير من 99 ل2001 خلص الماجستير يعني بالضبط أنا سفرت هولندا بالضبط 27 أغسطس 1999 أخدت الماجستير 4 إبريل 2001 في يوم بالضبط إحنا كنا اتنين مصريين أنا والأستاذ محسن هريدي زميل لي الآن يسجل في الدكتوراه في لايدن ولكن هو مقيم في مصر إحنا اتنين سفرنا لما أخدت الماجستير اشتغلت بعد الماجستير مدرس يعني أتيحت لي الفرصة أن أنا أشتغل مدرس لغة عربية في مدرسة ابتدائي لمدة سنة نزل إعلان معيد أو مدرس مساعد في لايدن في 2003 اتعينت كأسيستمت ان ترينينج يعني مساعد تحت التمرين وأنا في مرحلة إنهاء الدكتوراه في هذه الفترة نزل إعلان في 2006 مدرس دراسات إسلامية في القسم قدمت على الإعلان وكنت الموافقين أن أنا أعين وفي هذه الدرجة بعد إنهاء الدكتوراه في 2008 أخست درجة أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية أنا وشاب مصري آخر دكتور محمد غالي زميلي يجب أن أذكر اسمه وإحنا خرجنا مع نفس يعني إحنا كنا بنسكن في المدينة الجامعية في الحي السادس مع بعض في نفس الحجرة هسألك سؤال وهارجع لصاحب الشخصية الدكتور نصر حامد أبو زيد في الفترة دي كان كدر مهم في جامعة لايدن لعب دور في المسألة دي في دور مساعدة في مسألة يعني استقبال اتنين من الطلبة المصريين كأعضاء هاي التدريس جدد في جامعة لايدن دي حاجة حارتك بقى يعني يتوقف مع الدكتور نصر لأن أنا هارجع للدكتور نصر في آخر يعني استقبال هل تدخل ولا ما كانش لي دور في المسألة مسألة إنه هو مسألة التدخل التدخل الفكري لكن هو مش تدخل بيروقراطي إنه هو بالنسبة له يسهل مسألة لا لا أنا محصدش طبعا إنه هو كان واسطا نبدأ حارتك إن الدكتور نصر بيبدأ بيستقبل الطلبة المصريين إحنا حوالي 11 طالب أزهري خارجين جامعة الأزهر كلية اللغة الترجمة سافرنا لهولندا في سنوات مختلفة دكتور نصر حامد أبو زيد لو كان يطول يستقبلنا من المطار كان يستقبلنا الدكتور نصر حامد أول لحظة بتوصل الكلية بتلاقي فيه رسالة عند السكتيرتيرا الدكتور نصر منتظرك تدخل عليه وأنا بقول لها حارتك على واقع أنا عاشته يقوم يحتضنك ويطلع على المحفظة يديك ميت جلدر ويقول لك لغاية ما تخلص أمورك المادية زي الفلاح الأصيل لما بيروح عليه حد ده تمسك يا ابني كده خلي الفلوس دي معاك ولما بعدين لما المنحة تبقى تجيلك بقى تعالى سدهم بس عشان تخلص أمورك وذا كان ده هو الدكتور نصر إنه هو ده بالنسباله كان يفرح بإن طالب مصري ييجي يرتبط بالحالة الأكاديمية الأوروبية طب قل لي كيف يتم الاختيار لشاب ما كعضو هيئة تدريس في جامعة لايدن يعني حصل إعلان هل الامتحان تحريجي وشفوي ولا أنت بتقعد قدام لجنة لجنة حالي طيب أنت بتقدم السيرة الزاتية وبيطلبوا منك البحث بتاعك اللي أنت بتقدم نسخة من البحث نسخة منشورة مع السيرة الزاتية اللجنة دي بيكون فيها أعضاء هيئة تدريس من الكلية ومن خارج الكلية في التخصص في بعض الأحيان بيسألوا نصيحة أستاذ خارجي يعني مثلا يكتب ريبورت يكتب تقرير عنك كقيمتك العلمية في هذا الأمر بيعمل شورتليست يعني قائمة مصغرة من الناس اللي هما يعني يحضروا الانترفيو بيكون في الغالب هما من ثلاثة إلى أربعة وفي التالي أنت في الانترفيو ده لمدة حوالي نصف ساعة أو ساعة بتطرح عليك الأسئلة وفي حد بيدون ملاحظات عنك من الناحية النفسية في طالب ممثل في اللجنة يعني طالب من القسم ممثل في اللجنة يقول رأيك كطالب أنت إيه انطباعك انطباعه عنك كأستاذ يعني أنت لما تدخل للمحاضرة يعني عايتين نركز مع الجزء دا قوي في طالب في اللجنة أنا في اللجنة التعيين كان في طالبها بيقول رأيه طبعا هو ما بيتخذش قرار بس بيقول رأيه انت انطباعك إيه كأستاذ هل هو انت بالنسبة لك مأثر فيه ولا لا في كل الأمور فيه طبعا إداريين موجودين اللي هما بالنسبة لهم هيسهروا مسائل العقد وهكذا وكل الكلام دا بناءا على هذا التقرير تقرير علمي نفسي يعني كشخصية لكن الأربعة دول يا دكتور عمر كان منهم حد مصري لا يعني ما فيش حد قالص أعتقد إن كان ممكن تكون الطاربة كانت مغربية على ما أعتقد لكن أنا كنت فيه لجان أخرى يعني هي بالمصادفة يعني يعني من أصل مغربي هولنديا من أصل مغربي لكن فيه يعني بالنسبة لهم هو اختيار بيكون اختيار عشوائي لطالب معين بيكون موجود في هذا التعيين طيب عايز أسألك على فكرة الإقبال على الدراسات أو دراسة الدراسات الإسلامية في هولندا يعني هل يقبل الغربيون على هذه النوعية من الدراسة أم أن أغلب طلاب هذا القسم من أصول عربية بشكل أبعا في الوقت الحالي في القسم لأننا قسم متخصص شوية في زي ما تقول حيارتك Islamic theology يعني علم الإسلاميات الإسلاميات لكن بشكل تراثي فممكن أقول يعني احنا بالنسبة لنا حيارتك في قضية بتصار في أوروبا الآن عن تدريب الأئمة فتدريب الأئمة لأن طبعا الإمام الوارد من العالم العربي قد لا يكون مدرك لفعليات ثقافة المجتمع لكن إحنا بالنسبة لنا في جامعة لايدين لا يجوز لنا قانونا أن ندرب أئمة لأنها جامعة تنطلق من منطلق علماني يعني لا يجوز التدخل في شؤون دينية لمجتمع معين فإحنا بنعمل بندرس الدراسات الإسلامية بشكل أكاديمي ولكن بنركز على كتب التراث يعني أنا من ضمن المواد اللي بدرسها بدرس التفسير القرآن والحديث من وجه نظر التراث ومن وجه نظر استشرقية كيف ينظر المستشرقون أيضا إلى هذه المواد بدرس مادة فقه الأقليات المسلمة في الغرب المشاكل اللي بيوجوها المسلمين من ناحية الفقهية بدرس مادة تجديد علم الكلام هذه الأمور أنا بدرسها بهذا الشكل يعني فيمكن تقول لكن في إطارها النظري ما ينفعش أضرب لا لا ما ينفعش بيجي بعد كده المسلمين نفسهم المجتمعات الإسلامية هي اللي لازم تضرب أئمةها بنفسها في إطار أكاديمي جامعي المهم فإحنا بالنسبة لنا في القسم معظمهم من الطلاب الأتراك والمغربة من أصل تركي أو مغربي لكنهم مولودين في هولندا يعني هم الجيل الثالث والرابع الهولندي يعني هم هولنديين يعني أنا بالنسبة لهم ساعات أشعر أنهم هولنديين أكثر من هولنديين العاديين لأنهم خلاص مندمجين في المجتمع بشكل كبير ده بالنسبة للأمر لكن مسألة الإقبال على الدراسات الإسلامية الآن في أوروبا أو في أمريكا هي مرتبطة بفكرة الاستشراق وتطورها يعني عشان أبوصلها في وجه النظر أعمق يعني المستشرق زمان من 3-4 قرون كان بيهتم بالنص فلولوجيا التشكل النص التطور الفكر وهذا الأمور دلوقتي من 10-15 سنة بدأت الدراسات الاستشراقية في بعض المعاهد تاخد جو آخر تاني في دراسة علوم اجتماعية المسلمين إزاي تطور المجتمع يعني بالنسبة لهم النص على عين وعلى راسي في بعض الدوائب الاستشراقية النص على عين وعلى راسي لكن واقع المسلمين غير كده يعني أنا عايز أشوف واقع المسلمين قبل مدرس النصوص وممكن أقول أدرس الواقع واربطه بالنص إن أمكن يعني هي دراسة اجتماعية دا دا في بعض الدوائر في بعض الدوائر اللي هي انفصلت في مسألة حرارتك دراسات اجتماعية الأديان يعني دا نوع من الدراسات لكن نوع من الدراسات دا هو خطرته من وجهة نظري ونظر زملاء كثيرين مش بس عرب ولكن كمان أوروبيين ارتباطه بالمؤسسة السياسية دا ممكن يسبب مشكلة كبيرة جدا لأن ارتباطه بالمؤسسة السياسية يعني معناها أن في بعض الأحيان بيكون هو قصير الأمد قصير العمر أنت مرتبط بسياسة دولة معينة الآن في الشرق الأفسد لما السياسة دي تتغير وتروح مكان آخر تاني هتبدأ لازم تغير عشان أنت معتمد على التمويل من المؤسسات السياسية فأصبح فيها نوع من المشاكل يعني في معاهد كتير جدا يعني اتولدت ووقدت قبل أن يكون يعني ما مرش عليها عشر سنين وتتود لأن سياسة الحكومة تغيرت بالضبط فهذا بالنسبة للأمر فبالنسبة لبعض الكليات حريصة ووعية بهذا الأمر أن تظل يظل البحث العلمي في إطاره المتسلسل من قرون إلى الآن حتى لا يفقد مصداقيته العلمية ولا لونه السياسي المرتبط بجهة معينة أو بشكل معين وده الحقيقة ده النموذج الكلاسيكي لجامعة جامعة لايدن الدكتور عمر قال لي الحقيقة قبل أن نخش على الهواء أن عمرها خمس قرون يعني جامعة عريقة بالفعل أريد أن أسألك فيما يتعلق بالموضوع الاستشراق وحذرت اتكلمت عنه يعني يحلو للكثيرين أن يفرق بين مدارس عدة في الاستشراق يعني عندي في أوروبا المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية مختلفة تماماً كمان عن المدرسة الغرب الأمريكي في الاستشراق هتلاقي أن الروس مثلاً موضوعيين قوي عن المستشراقين الفرنسيين على سبيل المثال قل لي ملامح مدرسة الاشتراق الهولندية لو كان في ملامح بتحكم مدرسة طبعاً فيه فيه كتير يعني طبعاً إحنا ممكن الحديث يطول بنا لكن أنا بس هذكر بعض النمازج جامعة لايدن انشأت في القرن الستاشر في أواخر القرن الستاشر كهدية من أمير هولندا بيلم ويليام ويليام البرتقالي هذا هو هم برتقالي لغاية النهاردة نعم إلى الآن ما هو جاي من هذا الأمير اللي هو يعتبر من مؤسسي هولندا فهذا الأمير كان في ذلك الوقت كانت هولندا على حروب مع أسباني فلما الهولنديين الشعب قام صور على الأسبان وطردوهم من هولندا إداهم الأمير المبنى يعملوه جامعة فأنشأوا جامعة لايدن احتفالا بهذا الشيء فأصبحت الآن جامعة لايدن مرتبطة بهذا الشكل حتى المبنى الأكاديم اللي هم أخدوه من الأمير ما زال موجود الآن يعقد فيه حفلات التخرج ومناقشة الدكتوراه وهكذا فارتباطها كان لأسباب يعني دلوقتي أنشأت جامعة ليه لمحاركة قسم الدراسات الإسلامية أنشأ في لايدن لأن عدو عدو صديقي لأن شمال أفريقيا أعداء للأسبان في البحر فأنا علشان أعمل علاقات سياسية مع شمال أفريقيا لازم أدرس الدراسات الإسلامية ده حاجة ثانيا لأن الهولنديين بتوع بحر سفن فالقراصنة بيهددوهم والقراصنة دول متمركزين في شمال أفريقيا فلازم أعرف العقلية إزاي أنا قطبها فيه قواميس مثلا بحرية إزاي البحارة لما يروح يبقى معاه قاموس يعرف يتكلم بهذا الشكل وفيه طبعا قضية اقتصادية عقد صفقات اقتصادية مع السلطنة العثمانية في تلك الفترة وفيه سبب ديني في الأول في هذا الوقت اللي هو تنصيري تبشيري بالدين المسيحي بس ده طبعا يعني تضاقل في الأوينة الأخيرة في الأوينة الأخيرة فده بالنسبة لهذا الشكل طبعا نتكلم بقى بعد كده تطور ارتباط هولندا بإندونيسيا أصبح شكل استشراق تاني الاهتمام بإندونيسيا كمستعمرة هولندية الآن يعني هذا الأمر انفصل من كل هذه الأشياء ولايدن بتبقى قيمتها العلمية في نسبة المقطوطات العربية والإسلامية الموجودة في المكتبة يعني يوجد آلاف المقطوطات العربية والإسلامية اللي جاءت إلى لايدن بطرق مختلفة إما بالبيع إما بالصرقة إما بالإهداء إما بأشكال مختلفة علشان لا نظلم ولا نوظن لكن وفيه متحف كمان للمصريات فيه متحف المصريات في لايدن موجود فيه مهميات مصرية عظيمة ومن المتاحف الكبيرة جدا اللي على خريطة العلم المصريات ده حقيقي وفيه معارض بتعرض فيها بيتي بيجي مثلا كان فيه من فترة معارض الإخناتون كل الأشياء الخاصة بإخناتون معروضة هناك كان فيه إقبال يعني لايدن هي الجامعة الأعرق في هولندا ولا فيه حاجة هي أقدم جامعة أقدم جامعة طيب خليني أجي بقى للشرق الأوسط أنا عارف أن خلال العشر سنين دول أنت أكيد احتكيت بفعاليات علمية وثقافية تدور على الأراضي العربية أو الشرق الأوسطية دعنا نقول كيف ترى هذه الفعاليات كيف ترى واقع الجدل العلمي في مصر أو العالم العربي بشكل عام الآن هو حالتك عشان أكون صريح أنا فعاليات مؤتمرات عربية قليلة جدا يعني أول مؤتمر أعتقد أنه هو بالشكل معين اللي هو مؤتمر دار الوسائق نهاية الثلاثة السبوع ويريد حالتك لو أسمح بفرصة أتكلم على اللي بيحصل في دار الوسائق دلوقتي لأن طبعا يعطى كل زي حق حقه أنا زورت دار الوسائق من يومين من نسبة في إطار تحضير هذا المؤتمر عن الأرشيفات وبناء الدولة الحديثة بتعدوا دار الوسائق بناء دولة الحديثة دولة محمد أعلى لا يعني دولة الحديث مفهوم الدولة الحديثة فأنا بالنسبة لي لما زورت زملاء في دار الوسائق أنا بيني وبين حارتك كنت متجني عليهم يعني أنا قابلت أحد الزملاء دكتور عماد هلال رئيس وحدة البحوث في دار الوسائق وفي أمريكا من أسبوعين كنت متحامل جدا عليهم وكنت يعني بقوله أنتوا بتضيعوا تاريخ مصر بنفس النص ده وهو يضحك يقول لي بس إحنا أنت ما شفتش فالمهمة رحت ومريت على بعض الأقسام اللي بيتطور دلوقتي في دار الوسائق أقول بصراحة غيرت وجهة نظري في أن في خلال أربع سنوات أن هم يقوموا بهذه الطفرة في دار الوسائق وتمكين الباحثين من اطلاع الوسائق بهذا الشكل الإلكتروني أقول أن في وسط الحراك المصري اللي أنا كنت بتكلم عليه والمسألة أن فيه يعني ركود علمي وفيه مشاكل وفيه الكلام ده أقول اللي دار الوسائق متعمله ده شيء مشرف ترميم الوسائق تصوير الموسائق لو دار الوسائق هتستمر من دلوقتي لعشر سنين بنفس الشكل اللي أنا شفته طبعاً هو فيه مشاكله يعترفوا أنه فيه مشاكله وفيه أخطاء وفيه أشياء كتير لكن لو هتستمر عشر سنين بنفس الشكل ده في التطوير أقدر أقول أنه لازم تبقى حاجة مشرفة وده شيء لازم يذكر يعني في هذا الإطلاع أما بالنسبة لمسألة المؤتمرات أنا ليه تحفظ واحد على المؤتمرات التي تعقد في العالم العربي أولاً مسألة البهرجة في بعض الأحيان الغير مطلوق يعني محتاجين إليه غير ضروري مسألة أن أنت بالنسبة لك ممكن تدعو أسماء لامعة لكن هو التقديم العلمي اللي بيقدمه ممكن يكون متواضع جداً فأنا مسألة لما بتدعى لمؤتمر بتدعى مش أنت بتقدم فيه بيبقى معروف أن المؤتمر ده النتاج بتاعه هيطلع في شكل علمي ومطبوعات علمية بيكون محضر لها قبل ما أنت تحضر أصلاً المؤتمر يعني هو بيكون متفق مع دار النشر مع الأطروحات أنت بتبعت البحث بتاعك قبل المؤتمر بشهرين يعني بالحراتك علشان هو يجهز لكل الكلام ده يكون اتفق مع دار النشر وانت بالنسبالك بيرتبط مسألة النشر مع الفعاليات المؤتمر فده بالنسبالي أنا بالنسبالي مسألة يعني يجب الارتباط بهذا لكن يجب النظر للقيمة العلمية لما يدعى سواء من داخل الوطن العربي أو من خارج الوطن العربي وليس الاهتمام فقط بأسماء لامعة لأن في الغرب هو يهتم ممكن بإسم لامع يجي ككينوت سبيكر يتكلم كده كأحد المحاور الرئيسية يعني حاجة كده مشهر لكن هو بالنسبالي بيكون الارتباط هو الأساس في عقد مؤتمر علمي هو البحث العلمي وده غايد لحد إلى حد ما أنا لم أعيشه لكن عيشت تجارب في مؤتمرات عالمية بيجي بانل أو يعني جلسة معينة بتعقدها إحدى الجامعات العربية وتروح تحضر ببقى بالنسبالي المسألة يعني مقارنة لما أنت بتبقى شفته فيها أشياء فيها سلبيات كتير يجب أن هي تتصلح أعيز أتوقف الحقيقة عند حاجة غريبة لما بنقابل العديد من الأكاديميين العرب في فعليات معرض القرارة الدولي للكتاب من المغرب وتونس والجزائر ومن دول عربية كثيرة يقولك أنا عضو هاي التدريس في جامعة بولونيا أو روما في إيطاليا مثلا أو جامعات في أسبانيا وفولندا طيب أنت بتدرس إيه يقولك أنا بدرس في قسم الثقافة الإسلامية القسم اللي حضرك بتشتغل فيه هو قسم الدراسات الإسلامية ما الفارق في الأكاديمية أو الجامعة الأوروبية بين مفهوم الدراسات الإسلامية ومفهوم الثقافة الإسلامية هرجع تاني حرارتك اللي أنا وضحته في مسألة ارتباطها بالاستشراقية بتنبع في هذا الارتباط بالهيئة السياسية يعني مجموعة الثقافة لو أنا قلت يعني قسم دراسة الثقافة الإسلامية هي يعني مجرد دراسة الواقع الثقافي مسألة يعني كيف يعيش المسلمون بشكل اجتماعي وأنترابولوجي لا ده في منهم قد قال لي أنه هو معني في المقام الأول بالتراث الإسلامي فقلت له أي نوع من أنواع التراث قال لي التراث النصي فقلت له ما هي حدود التعامل مع النص الإسلامي باعتباره نص تراثي قال لي على أفاق مفتوح يعني أنا بحكي لك واقع حوار الحقيقة وبتالي حضرك فهمت أنا أصد إيه وهو يقصد إيه نعم إذن المسألة لا مش بالضرورة تبقى معنية بالمجتمع الإسلامي الآن وهنا لكن كمان في رؤية مغيرة للنص التراثي الإسلامي على كل أشكال وصله نعم حررتك أنا بس عشان ده أنا يعني فهمته الوقت وجيت حتنظر حررتك المؤتمر أو الوينتر سكول اللي هي دراسة بحث شتوية في الجامعة الأمريكية اللي بتنظمها جامعة برلين الحرة اللي أنا تواجدي في القاهرة بسببها يعني بجانب مؤتمر ضار الوسائق في هذه الأسابيع هو بيرتبط اسمه مستقبل تشكل النص الإسلامي النص الشرقي بمعنى إيه؟ بمعنى حررتك أن النص النص بنفسه مرتبط بواقع اجتماعي خلينا يعني مثلا فيه إيه؟ وده شيء شيء مباحة علميا يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنسبلنا النص نفسه لما تشكل في واقع اجتماعي معين يعني أنا لما بدرس النص الصوفي على سبيل المثال النص الصوفي ده تشكل في أي شكل في مجتمع صوفي بيعيش روحانيات معينة مشاكل اجتماعية معينة فممكن النص ده بشكل أو بآخر يعكس وجه هذه النظر أنا مش عايز طبعا أدخل في إطار الأستاذ الدكتور حسن حنفي بيعمله إن مسألة النص هو إسقاط على واقع معين لكن أنا عايز أوضح إن مسألة أنا لما بدرس النص ده بدرسه في هذا السياق ولكن لا يجب أن ينفصل هذا عن تطور الفكرة نفسها يعني مثلا أنا لما بدرس صوفي في القرن العشرين هو له أساس وسوابت هو معتمد عليها سواء بينتمي للطريقة الفلانية أو هكذا أو حتى لو هو فقه شافعي في العصر الحديث عايش بنا الآن لما أدرس النص بتاعه هو فيه الصبغة الحداثية أو لغة العصر لكن هو ما زال فقه شافعي مرتبط بالفقه الشافعي كما وردنا بالضبط بالضبط فهو ليس أنا بالنسبة لي الخطر أن أنت تفصله عن هذا يعني لو أنا بدرس هذا النص مجرد أنه هكذا ولم يكن له وجود في الأصل ولأنه هذا التراكم كأنه منبرت الصلاة عن ما قبله لا إذا أنت بالنسبة لك في بحث علمي كفاشل ده هو ده الميزة أن أنت ترى أن هذا هو النص المرتبط بالواقع الاجتماعي المتغيب طيب عايزة روح للفعلية التي ذكرتها وهي المؤتمر جامعة الأمريكية بالتعاون مع جامعة برلين الحرة الحرة نعم اسم المؤتمر وموضوع وشاركة حضراتك هو حضرتك وليس مؤتمر بالمعنى الدقيق لكن هو مجموع فعالية تجمع الباحثين من دكتوراه وما بعد الدكتوراه مع بعض الأساتذة للتباحث حول هذا الموضوع وتشكل النص مشكلة تشكل النص أو ممارسة نصية في الليل لأن في حضرتك بس باقتصار مسألة هو في يوتر الفيلولوجي مستقبل الفيلولوجيا فيلولوجيا علم اللغة لكن هنا في القرن 19 نشأت يعني مجدال علمي في أوروبا نيتشا الفيلسوف الألماني الشيط عمل مقالة سمها مولد الفيلولوجيا يقول أن الفيلولوجيا أن النص ده الفيلولوجيا معناها أصلا لغويا حب النص معناها يعني لو إحنا ترجبناها حرفيا آه زي فيلوسوفية فيلولوجيا فحب الكلمة لأن الإنسان يحب هذه الكلمة فبدأ يشكل النص ده في واقعه فنيتشا بيقول مولد النص الفيلولوجيا دي فواحد رد عليه بمقال آخر وقال له طب إيه المستقبل بتاعها إذا كانت تتولدت دلوقتي كفكرة فلسفية في عقلك طب مستقبلها هيكون إيه فالإخوة المشرفين على هذا المشروع وهو أخ أردوني الأستاذ إسلام بايا وبعض الدكتور جورجي خليل من جامعة برلين الحرة عايزين يخرجوا المفهوم بتاع نيتشا ده اللي هو مستقبل الفيلولوجيا خارج أوروبا يعني ينظروله في الواقع الشرقي نخرج الدبيت دي بقى والمجادلات دي هنا نشوف إحنا أنا بالنسبة لي بتعامل البحث بتاعي أنا مشغول به دلوقتي عن تاريخ الإسلام في أوروبا بين الحربين الحرب العالمية يقولي الحرب العالمية بتعامل مع نصوص مختلفة من ضمنها أرشيفات عائلية مجلات منشورات مطبوعات أرشيفات سياسية فأنا بالنسبة لي بحاول أشوف ده تروح بتاعتي في هذا المؤتمر أو هذه المدرسة البحثية أن أنا أشوف إزاي النص الإسلامي تشكل في أوروبا باللغة العربية والفارسية وغمائلة وخلافه تشكل في هذا النطاق قادم من الشرق متأثر بالشرق في بيئة مختلفة تماما وكيف تشكل هذا النص وأنتج قوية إسلامية في أوروبا في فترة تواجد المسلمين فيها كان ليس بالشكل اللي هو في الوقت الحالي كان تواجد ضئيد يتعدى الألاف يعني لا يتعدى الألاف دكتور عمر رياض الحياة كنت عايز أتكلم عن الدكتور نصر حامد أبو زيد أنت ألمحت إليه وعندوره مع الطلاب المصريين في جامعة لايدن وأنا الحياة حبيت أن أختم به هذا اللقاء الدكتور نصر حامد أبو زيد جايز للصدفة البحثة لما جاء القاهرة آخر زيارة أو ربما زيارة قبل الأخيرة قبل وفاته عملنا مع لقاء قدمت اللقاء أو حاورت الدكتور نصر وكانت مخرجتنا النهاردة أزار حسن هي مخرجة هذا اللقاء أيضا واستمر اللقاء حوالي ساعة ونص كان عنده رغبة في العودة رغبة أكيدة في العودة عكس الدكتور عمر رياض خلص يعني الدكتور عمر رياض قال أنه ربما لا يعرف متى يعود إلى مصر لكن الدكتور نصر حامد أبو زيد كان يرغب في البقاء في مصر كان يرغب رغبة أكيدة في العودة أنا أعرف أن ظروف السفر تختلف تماما بين الدكتور عمر ودكتور نصر لكن عايزة أسأل على مكانة الدكتور نصر في جامعة لايدن وعن الأثر الذي يتركه وعن نظرة جامعة لايدن للأكاديمي المصري نصر حامد أبو زيد حدتك بالمناسبة في تأبين الدكتور نصر منذ شهرين أو ثلاثة في دار الأبرة أنا كنت ممثل الجامعة وألقيت كلمة جامعة لايدن وكانت كلمة شخصية أكثر منها ارتباطا لأن ارتباطي بالدكتور نصر عائليا وثقافيا لأنه صديق والدي أصبحوا أصدقاء فيما بعد وكان دايما فيه علاقة وطيدة فعلاقتي به كبيرة هو كان فعلا الأب الروحي بالنسبة لي في هولندا كفكريا أنا أتذكر السجالات اللي كانت بتتم بيننا وبينه كطلب أزهريين عشر أزهريين بمختلف التوجهات وخناءات بتوصل لحد اللي احنا بالنسبة لنا نجلس في نقاشات حادة حول قضايا معينة وهو يضحك ويبتسم ويقول لنا دايما والله انتو الأزهرية اللي بجد لأن احنا بالنسبة لنا القضية هي قضية فكرية بفكر بفكر وهذا هو قيمة الدكتور نصر الدكتور نصر أنا أعرفه لمدة عشر سنوات لم يكن يحمل في قلبه ضغينة لأي بشر كان يعني قلب طفل لأن أنا عشت كإنسان فهذا بالنسبة لهذه الأمور النقاشات كان يفرح حينما يجد بالنسبة له يحضر في حفلة التخرج أو يرانا كان يبقى سعيد بأن فيه طلاب مصريين بهذا الشكل هو طبعا كان نفسه في العودة لكنه كان خايف برضه من العودة ما تنساش برضه حارتك بالنسبة للأمر لكن هو بقاء في لايدن يعني عرضت عليه بعد المعاش عروض أمريكا في جامعة كولومبيا وكان دايما يقول لي لا أنا مش مستعد أسيب عشانكم عشان المجتمع المصري الطلابي اللي أنا كونته هنا أنتوا بالنسبة لي أبنائي هنا فده بالنسبة له هذا الأمر كقيمة علمية في لايدن لايدن بتفخر به طبعا بأنه يعني تاريخها ارتبط بالدكتور نصر كانت هذه إشارة من الجامعة أنه أننا بالنسبة لي أكون كإشارة أنه طالب مصري في هذا الأمر يلقي كلمة التأبين لكن هو بيظل جزء من تاريخ لايدن ولايدن بتبقى جزء من تاريخه نعم دكتور عمر رياض الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة لايدن بهولندا أشكرك جدا على وجودك معنا نحضة وعلى هذه المشاركة وما طرخت من أفكار خلال هذه الفقرة التي تمنينا أن تكون أطول شكرا شكرا مشاهدين الكرام كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجيكم الثقافية كافية حتى نرقاكم حلقة جديدة هذه أراك تحياتي وإلى اللقاء ثقافية كافية التكنولوجيا الثقافية كافية تكنولوجيا الثقافية كافية كل يوم بعدين هواع على الفقانية الميدة في القطير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة